يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بكل جماهير النادي الأهلي الأهلوية في كل مكان اللي من النهاردة بيتهايلي كل الناس بتستعد دخلين على الجد ومن بعد وجد الجد طبعا كل الناس منتظرة مباراة القمة القمة اللي تعودنا الحقيقة طول عمرنا أنها تبقى وجبة كرة دسمة نستمتع بيها ونستنيها من وقت للتاني حقيقة يمكن لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الأهلي والزمالك 24 ساعة بالتمام والكمال بتفصلنا عن لقاء القمة غدا إن شاء الله مباراة من وجهة نظري المتوضع طبعا بتكتسب أهميتها لأربع أسباب واحد طبعا لقاء ديربي تقليدي قمة وبطولة في حد ذاتها الأهلي والزمالك قمة قمم الكرة العربية والإفريقية الاتنين الحقيقة عندها جبيرة جدا على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى القرى الأفريقية بإنجازاتهم وبتاريخهم وبطولاتهم ونجومهم اللي قدموها للكرة المصرية وبالتالي دي بطولة في حد ذاتها السبب الثاني وده مرتبط بحساب النقاط فوز النادي الأهلي بكرا إن شاء الله بإذن الله يغضو خطوة كبيرة جدا نحو حسم المنافسة مبكرا أو الاقتراب خليني أقول الاقتراب من حسم المنافسة مبكرا ليه؟ بقول ده لأنه نادي الزمالك متصدر بفارق أربع نقاط عن النادي الأهلي مجسب الأهلي بكرا يقربنا بشكل كبير جدا من الزمالك يخلينا تلاتة واربعين نقطة الفرق يبقى نقطة واحدة مع الوضع في الاعتبار طبعا إن الأهلي عنده مباراتين معجلتين وبالتالي في حال فوز النادي الأهلي وده إن شاء الله بإذن الله لو تخطينا الزمالك بكرا هيبقى دفع كبير جدا إنك تفرق فنوعا ما يعتبر مريح خمس نقاط لو قدرت تكسب المطشين يخليك إلى حد ما بعيد شوية ويصدر حالة التوتر والقلق للمعسكر الأبيض ناحية التالتة ودي مهمة جدا ومن درش ما نحطهاش كجماهير يمكن اللعيبة والجهاز الفني مش حطينها قوي في الحزبان مش بيفكروا فيها بكل تفاصيلها لكن كجماهير مهمة جدا بالنسبة لنا وأعتقد هتفرق جدا إن شاء الله مع اللعيبة في حالة إذا ما خلصت مبارات بكرا بفوز إن شاء الله بإذن الله من نصيب النادي الأهلي هي الموقعة المقبلة سانداونز مواجهة سانداونز إن شاء الله هتكون في دور التمانية دوري أبطال إفريقيا فرق جبير جدا إنك أنت تبقى واقف في المسابقة المحلية في موقف مطمئن لحد كبير جدا متخطي المنافس الأول والأبرز ليك في بطولة الدوري هتفوز على نادي الزمالك أعتقد من ناحية نفسية والمعنوية تفرق كتير جدا مع العابتنا وهم رايحين يلعبوا مع سانداونز إن شاء الله بإذن الله ذهابوا عودة 15 و 22 خمسة وتفرق كمان معنا إن شاء الله لو تلعب مطش سوبر إفريقيا في موعده أمام نهضة بركان ده السبب الثالث السبب الرابع وده اللي هنكلف فيه بالتفاصيل ويمكن يكون جزء كبير جدا من موضوع حلقتنا النهاردة هو كواليس وملابسات وأحداث ما قبل مباراة الأهلي والزمالك لحقيقة لأن حالة التوتر وحالة الشحن اللي تصدرت الحقيقة وحصوصا لقطاعات عريضة جدا من جماهير النادي الأهلي في الفترة الأخيرة كبيرة جدا وبالتالي مباراة بكرة أتمنى أتمنى إنها تضع حد تضع حد لحالة التوتر اللي موجودة في أجواء الكرة المصرية بشكل كبير جدا وبرضه بكرر مرة تاني يمكن مفيش فرصة للجمهور أنه يحضر مباراة وأكيد وجود الجماهير في المدرجات بتبقى فرصة كبيرة جدا عشان يعبروا ويوصلوا صوتهم يتكلموا في كل ما يشغلهم يعبروا عن رأيهم سواء فيما يتعلق بالأداء سواء فيما يتعلق بالأحداث سواء فيما يتعلق بشؤون الكرة بشكل عام بتبقى منفذ رئيسي وده طبيعي وتعودنا عليه لكن الأسباب كتيرة جدا غابت الجماهير عن المدرجات وبالتالي اتنقلت الحالة دي على السوشيال ميديا حالة التوتر والشحن بقت كبيرة جدا للأسف شديد جدا حالة الكابتل اللي حصلت نتيجة عدم قدرة الجماهير على التواجد في مكانها الطبيعي في مدرجات الملاعب في حضورها لمباراة أنديتها سهمت بشكل كبير جدا في خلق حالة الشحن الملابسات والمواقف للأسف الشديد جدا ما كناش نتمنى ده يحصل لكن نتيجة أزمات سبب فيها أو جزء من أسبابها كان التحكيم كان عنصر أساسي فيه تأجيج مشاعر الجماهير كان عنصر أساسي فيه شك قطاع عريض جدا من الجماهير إن فيه حالة تربص بالنادي الأهلي أو حالة يعني استهداف لمسيرة النادي الأهلي ما نقدرش ننكر ده موجود وملاحظ ومحدش الحقيقة لما نقولنا إنه إحنا نقبل إنه أخطاء تبقى موجودة مرة أو اتنين ده ممكن يبقى أخطاء وردة وطبيعية وجزء من اللعبة دائما بنسمع أخطاء التحكيم جزء من حلوة لعبة كرة القدم تمام جدا لكن لما الأخطاء دي تتكرر عشرات المرات ولما نيجي نترجمها بأرقام كأرقام يعني نلاقي إنه نتيجة هذه الأخطاء نتج عنها إنه فريق بحجم النادي الأهلي فقد عدد كبير جدا من النقاط وإنه نتيجة نفس الأخطاء في فرق بتنفس النادي الأهلي كذبت عدد كبير من النقاط هنا لازم نقول إنه الأمر كله على بعضه أصبح محل شبه وبالتالي أعتقد بكرة من ناحية التحكيمية مباراة بكرة كمان ما تقبلش الإسم على اتنين نتمنى إنه الأداء التحكيمي فيها يكون على أعلى مستوى يعني إحنا طبعا كنا نتمنى أنه طلب النادي الأهلي وخصوصا لأنه دي لايحة لايحة المسابعات في البند الخاص بالتحكيم لايحة بتنص على إنه مش النادي ليطلب الحقيقة في مباراة الهامة والحساسة لا ده التحدي الكرة مكلف إنه يجيب طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة دات الحساسية ومعتقدش إنه في مباراة في مصر في أي زمان وفي أي مكان كان أكتر حساسية أو أكتر أهمية من مواجهة النادي الأهلي والزمالك لذلك نتمنى أتمنى بشكل شخصي إنه ما يبقاش فيه بكرة مشاكل من ناحية التحكيم وإضافة طبعا لملف التحكيم أو مشاكل التحكيم اللي تأثرت بها أو تأثرت بها مسيرة النادي الأهلي حضراتكم عارفين كمان إنه جزء عريض من جماهير النادي بيحط المسئولية على اتحاد الكرة وبيشوف إنه ما وقفش جنب النادي الأهلي بوصفه بطل مصر وبطل إفريقيا والممثل الأوحد للكرة المصرية في بطول الدوري الأبطال بأي نوع من أنواع الدعم اللي يساعدوا على إكمال مهمته وتشريف الكرة المصرية بإنجاز جديد يحسب للنادي الأهلي ولجماهير النادي الأهلي ويحسب أيضا للكرة المصرية بأي شكل من الأشكال بالعكس بل إنه ساهم كمان عن قصد بقى أو عن دون قصد أنا مش هحكم على النواية لكن هو ساهم بالفعل في حالة من حالات ضغط المباراة الغير منطقية والغير مفهومة والغير مقبولة من جماهير النادي الأهلي بالأشكال عشان كده جمهور النادي الأهلي بيحمل المسئولين على اتحاد الكرة جزء كمان من المسئولات كل دي دوافع كل دي أسباب تخلي مباراة بكرة زي ما قلت لحضراتكم على المحك نتمنى وأتمنى بشكل شخصي إنها تكون واجبة أنا نفسي أتكلم في الكرة الجمهور نفسي يتكلم في الكرة يعني عايزين نطلع برا دايرة المشحنات إحنا طول ما إحنا دايرين في فلك الأزمات والمشحنات نفسي بطولة دوري تتحصل بشكل احترافي يخلي الجماهير تستمتع بالكرة ويخلي مستوى الكرة في مصر يطلع لفوق إحنا بنبذل مجهود كبير جدا وبنضيع وقت كتير جدا برا نتاق الرياضة يعني للأسف الشديد الكرة اتخلقت عشان المتعة وإحنا وفي مصر النهاردة أجيال كتيرة جدا بتتابع كرة في كل حتى في العالم بيتابعوا دوري إنجليزي وبيتابعوا دوري أسباني وبينهم بيتابع إيطالي يعني خلاص العالم بقى قرية صغيرة جدا والإنترنت سهلت الأمور والشاشات اللي موجودة في إيد الولاد والشباب خلتهم متابعين كل حاجة لحظة بلحظة نفسنا نشوف مسابقة قوية ومحترمة من بدايتها معاييرها واضحة ومتفق على كل تفاصيلها العوامل اللي تساعد على إنجاحها سواء في تحكيم سواء في إدارة مباريات سواء في جدوى المباريات سواء في لعبين وعندها جاهزة لنها تنافس بقوة ما هقول ده في النهاية صب في مصلحة الكرة المصري